اشتركوا في القناة متشعب وكثير الفروع فيوجد هناك الكثير من فروع تابعة للقانون الدولي العام مثل القانون الدبلوماسي القانون الدولي الاقتصادي القانون الدولي الانساني القانون الدولي لحقوق الانسان وغيرها احد هذه الفروع الهامة او المهمة عفوا القانون الدولي للبحار والقانون الدولي البحار يمكن ان نبدأ قولنا بأنه هو قانون عرفي من حيث طبيعة نشأته أي أنه تشكل بالبداية عن طريق الأعراف الدولية والممارسة الدولية المقترنة بشعور الدول بالإلزام لأننا كما عرفنا العرف سابقا العرف الدولي هو الممارسة الدولية التي يرافقها شعور الدول وأشخاص القانون الدولي العام بإلزامية هذه الممارسة من نسبة لهم القانون الدولي للبحار كما قلنا هو فرع من فروع القانون الدولي العام فرع كبير فرع متطور يمكن القول بأن كثير من المسائل المعروضة على محكمة العدل الدولية كانت تخص النزاع الحدودي في ما يتعلق بالبحار ما بين الدول هو قانون كما قلنا عرفي من حيث النشأة النشأة في شكل كما قلنا أعراف الدولية حتى القاعدة الشهيرة التي تتكلم عن مسافة 12 ميل للمياه الإقليمية خاصة بكل دولة من الدول الساحلية هي أصلا بطبيعتها قاعدة عرفية قبل أن تبلورها الاتفاقية الدولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومن قبلها تفاقية جينيب عام 1958 إذن أول السمات التي يمكن الحديث عنها بالنسبة لقانون دول البحار أنه قانون عرفي النشأة هذا القانون جاء ليتحدث عن المشاكل المتعلقة بالبحر البحر في سابق عهده كان يعتبر بالنسبة للدول الساحلية مجرد وسيط تنطقل خلال السفن التجارية بالنسبة للدول لم تكن الدول في ذلك الوقت متنبهة كل التنبه بالنسبة للموارد والثروات الحية وغير الحية الموجودة داخل هذه المياه البحرية لكن عندما بدأت حملة الاستكشافات بدأ الأمر يبدو أكثر تعقيدا لأن الدول بدأت تشعر بأنها بحاجة إلى فرض جزء من سيادتها على هذا البحر المطلة عليه وذلك بغية السيطرة على الثروات الموجودة في هذا البحر سواء كانت ثروات حية كالأسماك أو الثروة السمكية بشكل عام أو حتى ثروات غير الحية من هنا بدأ الصراع ما بين الدول على استغلال مياه البحر وهنا يأتي السؤال حقيقة ما هي النظريات التي تكلم بها الفقه بخصوص إمكانية أن تفرض هذه الدول سيادتها على هذا البحر هل يجوز للدولة أن تفرض سيادة على البحر المطلة عليه مثل سيادتها التي تفرضها على الإقليم البري أم أن الأمر قاصر فقط على الإقليم البري ولا يجوز لها أن تفرض أي جزء من السيادة على البحر حقيقة الأمر أنه النظريات التي تكلمت عن السيادات على البحر يعني تراوحت بين نظريتين النظرية الأولى تدعى نظرية البحر الحر والتي تكلم عنها الفقه الهولندي كروسيوس في كتابه مار ليبرم أو البحر المبتوح أو البحر الحر وفق نظرية الفقه الهولندي كروسيوس الذي يعتبر أبو القانون الدولي والذي جاد فاذر أو ذي انتناشنال لو بقول أن البحر هو عبارة عن ملك شائع يعني جميع دول العالم المالكة لهذا البحر على الشيوع لا يعرف الجزء الذي تملكه كل واحدة منهم في هذا البحر وبالتالي إذا جاءت إحدى السفن الأجنبية إلى المياه التي تطل عليها دولة أخرى ففي مثل هذه الأحوال لا يجوز لهذه الدولة أن تطردها من هذه المياه على اعتبار أن هذه المياه ملك شائع تستطيع أي دولة وأي سفن دولة أن ترتع فيها كما تشاء لذلك لا يمكن أي دولة بأي حال من أحوال أن تفرض سيادتها على جزء من هذا البحر إذن هذه النظرية تغالي في اعتبارها للبحر ملك شائع للجميع ولا يجوز لأي دولة أن تفرض السيادة عليه بالنسبة للنظرية الثانية التي كانت في حالة صدام مع النظرية الأولى وهي نظرية مختلفة تماما تسمى نظرية البحر المغلق وهذه النظرية قال بها الفقيه الإنجليز السلدن وهو بالمناسبة فقيه يعتبر بأن الدول تستطيع أن تفرض من باب الاعتبارات المتعلقة بالحماية جزءا من سيادتها على البحر الذي تطل عليه طبعا وفقا لإمكانياتها في الحقيقة هذه النظرية التي تسمى مارك لوزم أو البحر المغلق تجعل هناك عدم مساواة بين الدول فبعض الدول التي يكون لديها إمكانيات عالية تستطيع أن تفرض سيادتها على أجزاء كبيرة من البحر في حين بعض الدول التي لا تملك مثل هذه الإمكانيات لن تفرض أي جزء من سيادتها على هذا البحر وبالتالي المعيار يبقى غير منضبط في مثل هذه الأحوال مجمل القول أن الصراع ظل قائما بين هاتين النظريتين نظرية البحر الحر ونظرية البحر المغلق فلكن السؤال العرف الدولي باعتبار أن القانون الدولي للبحار هو قانون عرف النشأة بأي من هاتين النظريتين أخذ في الحقيقة أن العرف الدولي كان قد أخذ موقفا مختلطا يجمع بين النظريتين معا فاعتبر أنه كل دولة ساحلية إلها مياه إقليمية بطل عليها هذه المياه تمتد حتى مسافة 12 ميل مقيسة من خطوط الأساس وبتخضى على سيادتها الكاملة طبعا فيه شيء بيقيد هذه السيادة اسمه حق في المرور البريء طبعا هذا لن نتحدث عنه الآن وإنما سنتحدث عنه لاحقا المهم نعرف أنه كل دولة ساحلية إلها مياه قبالة شواطئها تدعى مياه إقليمية تمتد لـ 12 ميل يكون للدولة سيادة كاملة على هذه المياه وهذا في الحقيقة بيعتبر تجسيد لنظرية سلدن في أجزاء منها باعتبار أنه سلدن كان بيقول أنه كل دولة ساحلية إلها سيادة وهذا تجسيد لهذه النظرية لأنه المياه الإقليمية هي خاضعة لسيادة الدولة وما عدا ذلك ما بعد 12 ميل تبقى آخذة بنظرية الفقه الأول الفقه الولندي جروسيس باعتبار أنه ما جاء بعد 12 ميل هي مياه يعني تكون خاضعة حقيقة لكل دول العالم أو جزء من التراث المشترك الإنسانية وجزء من الملكية المشتركة للجميع لذلك يمكن قول أنه العرف الدولي أخذ الموقف مختلط mix between the two doctrines فهو عمليا بياخد بين فكرة السيادة على البحر في أجزاء والبحر المشترك أو الملك المشترك للبحر بالنسبة لأجزائه الأخرى المشكلة في هذا العرف يا جماعة أنه العرف الدولي يعني من الأشياء التي قد تنست إذا لم تتبلور في شكل اتفاقية الدولية قد تنست بالإضافة لذلك أنه العرف في كثير من الفقه كان بتحدى وكان ينتقده باعتباره ديكتاتورا لأنه يفرض التزامه على الكافة أو يفرض على الكافة الالتزام به وهو ما يعرف بالأبليجاتي أرجا أومنس بمعنى أنه العرف بيكون ملزم للجميع لكن حقيقة أنه في كثير من الدول كإحدى الإشكاليات المتعلقة بالعرف الدولي خصوصا المسألة المتعلقة بـ 12 ميل كانت ترافض تماما لتطبيق العرف القائل بـ 12 ميل وكانت تريد أن تمد مياه الإقليمية إلى ما هو أبعد من ذلك وهذا كان طبعا معروفا بإسم الدول أو مشكلة الدول الجامحة أو الدول الرافضة للعرف أو بالإنجليزية للباحثين المهتمين ويمكن أن تجدوها تحت مسمى البرسنسنت أبشيكتور وهذا طبعا كان قد تم تعرض له في قضية المصائد النرويجية بين النرويج وبريطانيا بخصوص النرويج التي مدت مياه الإقليمية إلى ما هو أبعد من 12 ميل رفضا لتطبيق القاعدة العرفية قائلة بـ 12 ميل كانت تريد أكثر من 12 ميل واكتسبت مياها إقليمية من بريطانيا عن طريق التقادم المكسب وهذا موضوع طبعا سبق لنا وأنت حدثنا عنه بالنسبة للطلبة في كلية الحقوق سواء بقسم اللغة الإنجليزية أو الحقوق باللغة العربية الآن نرجع إلى تطور التاريخي عرفنا أن هذا القانون فرع من فروع القانون الدول العام نشأته كانت نشأة عرفية كيف أن البحر تحول من مجرد وسيط حسب نظر